القوة الداخلية داخل كل مننا قوة كل ما تمكنت من الإيمان بها ازدادت حضوضه من الحرية والسعادة والبهجة والثقة بالنفس إذا اخترنا العيش في الماضي والبحث عن المواقف السلبية التي حصلت هناك سنبقى سجناء في نفس المكان أما إذا اخترنا الخيار الواعي وهو عدم العيش كضحايا للماضي فستحولنا هذه القوة الداخلية لخبرات جديده وحياة جديده وسعيدة لا أحد غيرنا يستطيع التحكم بحياتنا المسؤولية هي الشعور بالقوة وليس الذنب إذا استخدرنا مشاكلنا وامراضنا كفرط قرص لتغيير حياتنا فنحن نملك القوة وكل ما اختبرته في حياتك هو نتيجة أفكار ومعتقدات الماضي كن فخورا فناضيك غني ولا وجود لمسختك لانا من دونه لا تعاقب نفسك فقد فعلت فضل ما بوسعك في ذلك الوقت قد لا تستطيع فهم كل شيء بعقلك المحدود كإنسان ولكن عليك أن تعلم أنك في المكان الصحيح وتقوم بالعمل الصحيح في الوقت الصحيح خبرتك الحالية هي نقطه الانطلاق لوعي جديد وفرص جديدة القوة الداخلية ثقة بالنفس وعي جديد فرص جديدة